بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم عظم الناس خلقا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين راح نكمل اليوم بإذن الله الفصل السادس المجالات الكهربائية ندخل على الدرس الثاني الطاقة والجهد الكهربائي في هذا الفصل بإذن الله سوف نتعرف أو في هذا الدرس نتعرف على فرق تعريف فرق الجهد سوف نحسب فرق الجهد من خلال الشغل اللازم لتحريك الشحنة إذن نستنتج قانونة وأيضاً نعرف حالات فرق الجهد من خلال ماذا الشغل المبذول اللي هي ثلاث حالات المفردات في درسنا اليوم فرق الجهد الفولت سطح تساوي الجهد عندنا سؤال يوضح العلاقة بين الطاقة والجهد الكهربائي يقول لك أي جسم يكتسب شغل أو يفقده فإن طاقته تتغير هل توافق على هذا أم لا مع التبرير أخذنا من قبل عندما يكتسب جسم شغل أو يفقد طيب نشوف هنا عندنا فيديو من المعمل الافتراضي عندي صاروخ سوف طبعاً على الأرض إذن سوف نقوم برفعه إذن سوف نبدل عليه ماذا الشغل الشغل وحدته مقاسة تحت اللي هي بالجول يلا لاحظ اكتسب شغل ماذا حدث للطاقة أيوة إذن كلمان هايش وصلت إلى 562 ألف جول إذن هنا عندك الشغل يساوي ماذا أيوة تغير في الطاقة التي اكتسبها هذا الجسم واخذنا هذا في صف فيزياء اثنين منهج فيزياء اثنين إذن نوافق على هذه العبارة أو لا نوافق فعلاً ممتاز نوافق على هذه العبارة مثال آخر إذا كان عندنا صخرة في الأرض عندما نقوم برفعها على أعلى هذه التل فأنا لاحظ أني ماذا لكي أرفعها إذن يجب أن أعطيها ماذا شغل لتتغلب على قوة الجاذبية الأرضية هذا الشغل كلما ارتفعنا إلى أعلى كلما زاد مقدار الشغل الذي يجب أن أبذله وبالتالي ماذا يحدث لطاقة هذا الجسم تزداد هذه الطاقة فيه مشابه لها إذا كان عندي شحنتين موجب A وموجب B فإنه ينتج ماذا بينهم قوة تنافر عندما أحاول أن أقرب إذن هنا لجب أن أعطي ماذا شغل هذا الشغل الزائد يجب أن يحدث ماذا أي وزيادة في الطاقة الكهربائية إذن فعلا نعم ينطبق ذلك على الشحنات الكهربائية فقد يؤدي الشغل المبذول في تحريك شحنة أو جسيم مشحون في مجال كهربائي إلى اكتسابه طاقة هذه الطاقة تسمى طاقة وضع كهربائي أو طاقة حركية بما أننا نتكلم عن الكهرباء الساكنة إذن راح أي وان فقط أي وفقط اللي هي طاقة من الوضع الكهربائي في مقارنة بين طاقة الوضع الكهربائي وطاقة الوضع الجاذبي نلاحظ هنا تحر عند رفع كرة أي وابتجاه الأعلى يجب نأخذ شغل أو نعطيه شغل ممتاز إذن يجب أن نعطيه شغل إذن يجب أن نبذل عليه ماذا شغل هذا الشغل مبذول يؤدي إلى ماذا للطاقة زيادة طاقة الوضع نجي الرسمة بي لدينا أي والشحنتين هاتين الشحنتين سأحاول إبعاد إحدهما عن الأخرى بينهم قوة تجاذب إذن عندنا هنا أي واللي حاولت إبعادهم عن الأخرى يجب إعطاءهم ماذا طاقة إذن أبذل شغل وبالتالي إعطاءهم طاقة إذن هنا عندنا الشحنة الأولى موجبة والثانية ستكون شحنة سالبة إذن فعلا يجب بذل شغل وبالتالي قمنا بنقل الطاقة إلى الشحنة هذا الكلام نقل الطاقة إلى الشحنة مشابه لمين طاقة الوضع تشابه الجهد الكهربائي إذن الجهد الكهربائي هو بمثابة طاقة الوضع المين للشحنة الكهربائية إذن إذا كان عندي مجال كهربائي هذا الرسم تعرفنا عليه الحصة الماضية خطوط مجال كهربائي عندي شحنة رمزها Q سوف أقوم بنقلها من نقطة مثلا هنا A إلى نقطة B طبعا هي في البداية وهي عند A تتأثر ب شحنة المجال سواء كانت موجبة أو سالبة فعندما أقوم بتحريكها من مكانها يجب ماذا أن نبذل شغل ممتاز إذن يجب بذل شغل إذن هنا اكتسب ماذا يجب أن يكتسب طاقة هذه الطاقة عبارة عن ماذا عبارة عن فرق الجهد الكهربائي إذن هو ماذا الشغل مبذول على شحنة طبعا اللي هي الشحنة التي تقيس المجال الكهربائي سميت شحنة اختبار ممتاز إذن شغل مبذول على شحنة اختبار هذه الشحنة الاختبار موضوعة داخل أي ممتاز مجال الكهربائي فإن هذا الشغل المبذول على شحنة هذا الاختبار فإني أنا أقوم بماذا وتوفير مصطلح جديد يسمى ماذا فرق الجهد الكهربائي إذن تعريف فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين اللي هي A و B عبارة عن ماذا قلنا هنا الأساس اللي هي ممتاز بدل شغل شغل مبذول على مين ممتاز شحنة اختبار هذه الشحنة اختبار يجب ماذا تحريكها من نقطة إلى نقطة داخل المجال الكهربائي إذن هي أو الجهد هو شغل في وحدة أي والشحنة ممتاز إذن هو الشغل مبذول لكل وحدة شحنة يعرف بمين أو تعريف لفرق الجهد الكهربائي رمزه دلتا V إذن يرمز له بالرمز فرق الجهد الكهربائي دلتا V إذن هذا الرمز في الكتاب يسمى أو يعني بدنا يمشي معنا فرق الجهد في الفصل هذا والجاي وأيضا فيه خلال السنة القادمة ففرق الجهد الكهربائي دلتا V أو قاتل يسمى ماذا؟ أي وجهد كهربائي فجهد كهربائي مماثل لكلمة مين؟ فرق الجهد الكهربائي قانونة إذن قلنا هو عبارة عن ماذا؟ تعريفة شغل أي ولي إيش؟ تحريك شحنة إذن هو الشغل مبذول لكل إيش معنا كلمة لكل؟ إذن حاصل ضرب لقسمة ممتاز إذا حاصل قسمة إذن نكتبها دلتا V تساوي الشغل مبذول رمزه ما أخذينا فيه زي اثنين دابليو ممتاز على طبعا شغل مبذول على شحنة اختبار رمز شحنة الاختبار كيو داش تقسيم كيو داش إذن تعريفه الفرق في الجهد الكهربائي هو النسبة بين الشغل اللازم لتحريك شحنة ومقدار تلك الشحنة الرمز قلنا دلتا V إذن رمزه دلتا V وحدته وحدة فرق الجهد دايما نقول هذا الجهاز يعمل على خط 120 فولت أو 220 فولت إذن وحدته اللي هي الفولت ورمزها V إذن هنا ننتبه إذا كنا نتكلم عن V أو شفنا V إذن معناها أني أتكلم عن مين عن الوحدة V بينما فرق الجهد أي ورمزه في الكتاب دلتا V وحدته اللي هي الفولت بحرف الفولت إذن المفرد الثاني من مفردات درس اليوم تعريف مين الفولت من هنا من القانون نجيب تعريف الفولت هو شغل ما هي وحدة الشغل ما أخذينها فيه زي اثنين شغل اللي هي قوة في أي وإزاحة نيوتن في متر أي وإذن تقدير الجهود العالم جول سميت هذه الوحدة باسمه إذن وحدة الشغل هي نفسها وحدة الطاقة اللي هي ممتاز جول إذن حط جول طيب على إذن ضربوا لقسمة أي ولكل الشحنة أخذناها الشحنة أي ولي حسب لمقدار القوة بين الشحنتين اللي هو العالم كولوم إذن جول لكل كولوم إذن الفولت وش يساوي جول ممتاز لكل ماذا كولوم إذن جول لكل كولوم اللي هي تساوي ماذا تساوي الفولت ورمزه V جهاز فرق الجهد الكهربائي هذا الجهاز يقيس الفرق الجهد الكهربائي بنتعرف أيضا عليه في الفصل القادم هو عبارة عن الفولتا ميتر إذن يسمى الفولتا ميتر هذا الجهاز يقيس ماذا فرق الجهد الكهربائي ونأخذ عنه خصائصه في الفصل بإذن الله القادم هذا فرق الجهد قلنا أنا أحرك شحنة من نقطة إلى نقطة فإذا كان عندي الجهد عنده نقطة 15 والنقطة الثانية 20 فرق الجهد بينهم أي وآخذ V عند النقطة الثانية VB واطرحها من ممتاز VA إذن نقدر نكتب قانون آخر لفرق الجهد عند حركة شحنة من نقطة إلى نقطة أي وممتاز VB ناقص VA إذن هنا مسائل فرق الجهد مهمة نركز نذكرها مع بعض شغل على شحنة اللي هي W على ماذا على Q يساوي الدلتا V نأخذ حالات الجهد عندي جهد يرتبط كثيرا بشغل مبدول على الشحنة هذا الارتباط بالشغل مبدول على الشحنة يجعل أوقات يزيد وأوقات يقل وأوقات يساوي صفر إذن نأخذ ثلاث حالات نجي نلاحظ من خلال الشكل قبل ما نتذكر ونأخذ الحالات نتذكر مع بعض الشغل والإزاحة علاقة الشغل والإزاحة في سنة ثانية إذا كان القوة في اتجاه الإزاحة الشغل هنا يكون إشارته ممتاز موجب إذن مماثل له مين وإذا زاد الشغل زادت الطاقة إذن زاد مين الجهد الكهربائي والعكس صحيح إذن مباشرة راح نشوف الرسمة من معلوماتنا السابقة نقدر نستنبض ماذا يحدث للشغل في هذه الحالة هل هي زيادة أو نقصان أو مساوي للصفر إذن إذا كان القوة والإزاحة في نفس الاتجاه الشغل موجب العكس صحيح طيب متى يكون سالب إذا كان القوة والإزاحة أي وممتاز عمودية على بعض يلا لاحظ الشكل عندي الشحنة سالبة إذن حولها مجال كهربائي وضعنا الشحنة الصغيرة شو نسميها؟ ممتاز شحنة الاختبار هذه الشحنة تولدت أو تأثرت بقوة المجال كهربائي عندما أبعد الشحنة باتجاه الأعلى إذن أنا أثرت عليها بقوة بالاتجاه الأعلى والإزاحة ولاحظ أنها أيوة باتجاه الأعلى إذن الشغل في هذه الحالة سوف يكون ممتاز موجب إذن الشغل في هذه الحالة سوف يكون موجب وبالتالي ماذا يحدث للطاقة؟ تزيد الطاقة الوضع وأيضا الجهد سوف يزيد هذا الجهد إذن فعلا إذا كانت الشحنة سالبة فإن حولها ماذا؟ مجال كهربائي فعند وضع شحنة اختبار صغيرة وموجبة يلا نكمل الفراغ ماذا حدث بينهم؟ أي وقوة بتأثير من؟ المجال الكهربائي عندما نحرك الشحنة بعيدا عن الشحنة السالبة إذن أنا حركت شحنة الاختبار بشكل ماذا بعيد؟ من خلال الشكل القوة والإزاحة في نفس الاتجاه إذن الشغل هنا إشارته ستكون موجبة وبالتالي يكون فرق الجهد ممتاز موجب إذن هذه الحالة نسميها زيادة أو نقصان؟ زيادة لفرق الجهد إذن هنا عندي كان الجهد إذا كان قليل فإن هذا الشغل الذي أعطيته لهذه الشحنة أدى إلى جهد عالي فعلا إذن زيادة للجهد من خلال التعريف نعرف أن الجهد مثل المجال الكهربائي لا يتأثر بمين؟ ممتاز بشحنة الاختبار فقط يتأثر بمين؟ قلنا هنا العامل يرتبط فيه اللي هو الدي أي واللي هو الإزاحة وأيضا المجال الكهربائي إذن رتبها مع بعض فرق الجهد لا يتأثر بشحنة الاختبار يعتمد كثير على مين؟ على المجال وعلى الإزاحة هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا عكست إذن أنا عندي أربع حالات هذه الحالة الأولى بعكس الحالة الأولى إلى حالة ثانية مثلا بعكس الإشارات يعني الحالة عندي شحنة اختبار موجبة والشحنة سالبة أبعكس الشحنة فإذا كانت موجبة تجاه قوة المجال ممتاز بتنعكس فسوف تكون القوة والإزاحة في نفس الاتجاه ممتاز سوف تكون متعاكسة فإذا أصبحت متعاكسة هنا الشغل يصبح سالب وبالتالي الجهد ممتاز يقل إذن رتبها في الحالة هنا نقول الثانية هنا عندي شحنة قبل شوي مختلفة بعدين عندي كم شحنتين متماثلتين قمت ب الإبعاد لاحظت أنها ماذا حدث للشغل سالب و ممتاز إذن الشغل سالب وبالتالي الجهد أيضا قل هذا الجهد إذن هنا عشان كذا في الكتاب كتبولك الحالة عند إبعاد الشحنات المتماثلة يقل الجهد اللي هي عكس حالة A إذن حدث ماذا هنا عندنا عند إبعاد شحنة اختبار موجبة عن شحنة موجبة طاقة الوضع ممتاز قلت والجهد أيضا قل إذن هذه الحالة الثانية تعتبر حالة من سيادة ولا نقصان أي ونقصان للجهد متى نكتبها هنا الحالة الأولى عندي شحنات موجب وسالب إذن شحنات الحالة A اللي قبلها شحنات مختلفة ممتاز قمت بإبعاد ولا تقريب أيوة قمنا بإبعاد شحنات مختلفة يحصل على ماذا هنا زيادة للجهد الحالة الثانية أيضا إبعاد ولكن شحنات متماثلة ممتاز إذن هنا ركز على الحالة الثانية اللي هي حالة الموجودة هنا الشحنات فيها متماثلة مرتبها إن شاء الله في الجدول إذن حدث ماذا أي ونقصان للجهد نجي للحالة الرابعة يقول لك في الشكل بي نفس الكلام انتقل من ألف إلى باء الشحنة كانت سالب وموجب شحنة الاختبار موجبة تكملة قام بإبعاد الشحنة الموجبة بيسوي حركة معاكسة للإبعاد تقريب ممتاز إذن هنا الحالة الأولى موجب وسالب عكست الشحنات الحالة الثانية الحالة الثالثة بأعكس عملية الإبعاد بسوي عملية ماذا تقريب عند تقريب الشحنات أيضا نشوف نلاحظ متماثلة أو متشابهة أو مختلفة أي وسالب وموجب عند التقريب الإزاحة إلى الأسفل والقوة إلى الأعلى ممتاز متعاكس مباشرة أي وشغل سالب بما أن الشغل سالب إذن شو يصير للطاقة تقل الطاقة والطاقة أي وإذن جهد أيضا سوف يقل الجهد الكهربائي يلا نرتبها مع بعض إذا حركنا شحنة الإختبار من إذن رجعتها من B إلى A فإن اتجاه القوة والإزاحة متماثل ومتعاكس ممتاز متعاكس هذا يعطينا أن الشغل قيمة سالبة إذن تقل الطاقة والجهد إذن هذه الحالة الثالثة تعتبر ماذا نقصان للجهد عندك إذا متى حدث هنا نقصان عندما قربت شحنات أي ومختلفة إذن عنده تقريب شحنات مختلفة إذن هذه الحالة الرابعة يقل فرق الجهد يلا بعكس بعكس إذن الشحنات تقريب شحنات متشابهة ممتاز إذن كلمة شحنات بعكس نوع الشحنة إذن بدل تقريب شحنات مختلفة أقول تقريب شحنات متشابهة إذن نفس الحالة ولكن الشحنة بتكون أي ومتشابهة إذن القوة بينعكس اتجاهها فتأخذ نفس ممتاز اتجاه الإزاحة فشو يصير بدل النقصان ممتاز يزيد أي ومتاز الجهد إذن نقدر نكتبها هنا قبل ما ننتقل قلنا تقريب شحنات أي ومتماثلة وشو يصير للجهد ممتاز يزيد الجهد إذن هنا أربع حالات لتغير قيمة الجهد نجي ناخذ الحالة الخامسة إذن هنا رتبها مرة ثانية تقريب شحنات متماثلة مثل ما قلنا قبل شوي عكسناها إذن زاد ماذا الجهد فعلا عندي شحنة موجبة شحنة موجبة حاطي اللي بالكتاب أنها ماذا جهد عالي ممتاز إذن نكمل الفراغ عند تقريب شحنة اختبار موجبة عن شحنة موجبة طاقة الوضع تزيد ممتاز والجهد أيضا يزيد إذن هذه الحالة تعتبر سيادة للجهد إذن حالتين زيادة وحالتين نقصان للجهد عندي حركة الحالة الخامسة حركة شحنة في مسار دائري عندما يكون شحنة تتحرك في مسار دائري هذه الشحنة خطوط المجال كهربائي باللون أيوة الأزرق وحركة الشحنة في مسار دائري أنا علشان أعرف الجهد يزيد أو يقل لا بد أن يرتبط الجهد من ممتاز بالشغل طيب نلاحظ هنا حركة الشحنة في هذا الاتجاه مثلا في هذه النقطة تتحرك في هذا الاتجاه إذن نعيد عندنا هنا أيوة مجال كهربائي وشحنة المجال الكهربائي مثل ما قلنا باللون البنفسجي والشحنة تتحرك في مسار دائري طيب ناخذ الشحنة مثلا في هذه النقطة كيف تتحرك العلاقة أو الزاوية بين أيوة تتحرك بهذا الاتجاه تدور إذن نلاحظ أن اتجاه الحركة مع اتجاه المجال أو قوة المجال ممتاز عمودي مباشرة إذن هنا الشغل الشيساوي أيوة ممتاز الشغل هنا الشيساوي صفر ذكرنا في سنة ثاني بمين عندما يتحرك كوكب حول الأرض بسرعة ثابتة لماذا سرعة ثابتة لأن الشغل صفر لماذا الشغل صفر لأن القوة عمودية على اتجاه الحركة إذن فعلا المجال عمودي على اتجاه حركة القوة مباشرة قيمة الشغل والطاقة هنا قيمة الشغل صفر هل يحدث تغير في الطاقة لا يحدث تغير لا تزيد ولا تنقص إذن هل يتغير الجهد؟ أيضا ممتاز لا يتغير الجهد فإذا كان الجهد هنا مثلا 7 فولت إذن في النقطة الثانية أيضا 7 فولت في النقطة الثالثة أيضا 7 فولت لما أطرح 7 فولت من 7 فولت فرق الجهد بين نقطتين بيطلع للجواب ممتاز صفر إذن متى يكون فرق الجهد يساوي صفر؟ متى يكون فرق الجهد يساوي صفر؟ ممتاز إذا كان الجهد على السطح قيمه قيمه متساوية لذلك نسمي هذه الأسطح المفردة الثالثة سطح تساوي الجهد إذن هنا عندي المفردة الثالثة سطح تساوي الجهد متى يصبح السطح متساوي الجهد إذا كان فرق الجهد بين النقطتين قبل شوي حسبناها أي وتساوي صفر ممتاز إذن نعيد سطح تساوي الجهد هو سطح يكون فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين أو أكثر تساوي صفر يعني الجهد متساوي على جميع سطحه وبالتالي إذا طرحنا أي فرق الجهد في أي نقطتين مباشرة الجواب يعطيني صفر إذن الحالة الخامسة من حالات الجهد أنه فرق الجهد يساوي صفر يوجد جهد ولكن فرقه هو الذي يساوي صفر هذه الحالة تحدث أين في الأسطح التي تكون فيها الموصلات إيش جهدها متساوي إذن رتب الحالات فرق الجهد عندي حالتين زيادة لفرق الجهد وحالتين نقصان لفرق الجهد وحالة الأخيرة اللي هي فرق الجهد يساوي صفر متى كانت الفرق الجهد زيادة لفرق الجهد إذا كانت الشحنات مختلفة وقمنا بماذا؟ ممتاز إبعاد الشحنات المختلفة الحالة الثانية أيوة أيوة قمت بماذا؟ بتقريب شحنات متماثلة إذن إبعاد شحنات مختلفة أعكس تقريب شحنات متماثلة هنا ماذا حدث؟ زيادة ولا نقصان؟ ممتاز زيادة لفرق الجهد الحالة الثانية هنا شحنات مختلفة ولكن قمت بماذا؟ بدل الإبعاد تقريب ممتاز إذن تقريب شحنات مختلفة أو إبعاد شحنات متماثلة فهنا نحصل على ماذا؟ نقصان فرق الجهد عرفنا لماذا؟ لأن الشغل معاكس للإزاحة آخر شيء اللي هو الحالة الخامسة فرق الجهد يساوي صفر إذن فرق الجهد وليس الجهد هو الذي يساوي صفر إذن هنا الصفح متساوي الجهد عندنا تطبيق ما مقدار الشغل اللازم لنقل شحنا مقدارها 0.15 كولوم خلال فرق الجهد كهرباء مقداره 9 فولت هنا من تقويم الفصل إذن المجهول أي والشغل رمزه ممتاز دبل يو نقل شحنا مقدارها 0.15 كولوم أي وإذن هنا الشحنة Q خلال فرق الجهد رمزه أي واللي هو فرق الجهد دلتا V يساوي كم عندي 9 فولت تعويض مباشر أو نتذكر قانون دلتا V تساوي إذن هنا بحل السؤال 73 إذن نكتب القانون الأساسي دلتا V شي ساوي W على Q المجهول W إذن مباشرة أضرب بوسطين في طرفين W شي ساوي دلتا V في Q كم دلتا V 9 في 0.15 لما طلع الجواب W الشغل قلنا وحدته أيوة وحدته اللي هو جول إذن نحسبها 9 في 0.15 الجواب بيطلع لي بوحدة مين الجول فعلا يطلع لك تقريبا 13 فاصلة اللي هو إذا قربتها بيطلع لي 14 جول إذن هنا الجواب بيساوي كم 14 جول إذن بعد الضرب W تساوي 9 في 0.15 يطلع لي الجواب نحسبها بالآلة إذن أيوة واحد فاصلة 4 جول إذن نساوي ماذا واحد نكتبها بلون أوضح 1.4 جول ندخل ندخل على المسألة الثانية مسألة رقم 74 بذلت بطارية شغلا مقداره أيوة 1200 جول إذن هذا مقدار الشغل لنقل شحنة كهربائية ما مقدار الشحنة المنقولة إذا كان فرق الجهد 12 فولت إذن هنا فرق الجهد والمطلوب ممتاز الكيو اللي هي الشحنة مباشرة تعويض القانون الذكرة دلتا V يساوي W على Q المجهول عندنا Q تساوي إذن الكيو تجي مكان V الفرق الجهد ودلتا V تجي مكان الكيو إذن Q تساوي W على دلتا V كم الدبل عندنا 1200 جول على فرق الجهد 12 الوحدة أيوة إذن وحدتها 1200 على 12 الوحدة كولوم نحسبها بالآلة 1200 تقسيم 12 بيطلع لي 1 في 10 وستثنين اللي هي 100 100 كولوم أو 1.2 1 في 10 أوس 2 إذن 100 كولوم أو 1 في 10 أوس 2 إذن هنا نكون أخذنا التطبيقين على الجهد الكهربائي وتعرفنا على فرق الجهد الكهربائي تعريفه وحدة والفولت اللي تساوي جول لكل كولوم والجهاز المستخدم الفولتاميتر تعرفت على حلينا مسألتين أيضا على حالة تغير الجهد اللي هي زيادة والنقصان والجهد يساوي صفر بإذن الله نكمل تطبيقات الجهد الكهربائي الحصة القادمة نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته